بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا واستكشاف سبول تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي اللقاء الذي عقد غدا توصول نائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح إلى موسكو في زيارة رسمية ناقشت طرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمة ذلك الحاجة إلى بذل جهود دولية جماعية لدفع مبادرات السلام في اليمن وإشراك جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء الدوليين وشدد اللقاء على أهمية العمل الدولي الموحد من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن البحري خاصة في البحر الأحمر كما استعرض اللقاء أيضا وجهات النظر حول التحديات الإقليمية المختلفة ودعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وأكد لقاء صالح ولفرف أهمية استمرار التنسيق والتشاور المستمر لتعزيز الشراكة ودعم المصالح المتبادلة للبلدين وكذا دعم إعادة تنشيط اللجان المشتركة بين اليمن وروسيا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح دعا خلال اللقاء إلى إعادة النظر في توقيف المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في روسيا وأشاد صالح بدعم روسيا الثابت لليمن ورحبا بقرار موسكو إعادة فتح سفارتها لدى اليمن من عدن وأكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتزام مجلس القيادة الرئاسي بتعزيزها وتطويرها من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي دعم موسكو للقيادة الشرعية في اليمن ولجهود السلام بقيادة الأمم المتحدة حضر اللقاء من الجانب اليمني سالم سلمان نائب وزير التجارة والصناعة وأحمد الوحيشي سفير اليمن في موسكو ومن الجانب الروسي ميخايل بوغدانوف وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط ودول إفريقيا وكذا إليكساندر كينشاك رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وماكسيم ماكسيموف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجوليا لابشينا مديرة إدارة قسم الخليج العربي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورافايل ييني كيف سكرتير أول لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر